طب ده هيخدني على برضو هنا بقى بما ان احنا بنتكلم على ان المجتمعات اللي بره الغرب امريكا او اوروبا يمكن امريكا اكتر شويتين فعدم المعارفة بالاحجام الثقافية المصرية صلاح جهين بهذه السلاسة وبهذا العمق وبجمهاريته الطاغية جوة المجتمع الناطق بالعربية هل يصلح الى انه يدرس في الاكاديميات الامريكية ولا لا هيفهمه لانه هو مصر يزيد عن اللزوم اكيد بس هو فيه صعوبة برضو لترجمة الشعر يعني انه بما بيبقاش هو نفسه ترجمة صلاح جهينه تبقى صعبة لانها عمية ايه ايه بالضبط ممكن اقطع ممكن نلاقي صعوبة في كده مناقشة سلسية طيب هو احنا مش محتاجين نترجمها لان انت عندك وريدي دارس للغة العربية كلغة تانية اوكي تخيل هل مثلا سمعت عن ان في باحث امريكي اعمل كنت رسا بقول لأستاذ محمد اعمل دكتوراه في شعر زكريا الحجاوي تعلم اللغة العربية الاول واتقن المصرية وبعد كده اعمل دكتوراه في الشعر ده فانحنا مش محتاجين بالدرجة الاولى نترجم حاجة زي الربعيات لان فعلا هتبقى صعبة من الناحية التكنيقية يعني من ناحية التكنيق عشان اوصل للمعنى بمنتهى الدقة اللي ترجمته العامية او اللي عبرت عنه العامية المصرية هيبقى فيه شيء من الاستحالة اسناء الترجمة لكن الاوقع ان انا اخاطب دارس اللغة العربية كلغة تانية واعرض عليه ده اهم عشرين جامعة في امريكا كلهم دون استثناء عندهم تخصصات متعلقة بادب اما يسموه ادب شمال افريقيا او ادب الشرق المتوسط او ادب اهم عشرين جامعة من الاول لحد مثلا اليو سي ال اي كلهم عندهم هذا التخصص صحيح طيب